توزيع غنائم غزوة حنين وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الجعرانة وبدأ بتوزيع غنائم حنين فأعطى سادة العرب كأبي سفيانة وعيينة بن حصن مئة من الإبل أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم سادة العرب هذا العطاء الكبير ليؤلف به قلوبهم كي يتمكن الإسلام من قلوبهم وأعطى النبي صلى الله عليه وسلم كل الناس إلا الأنصار رضي الله عنهم لم يعطهم شيئا من الغنائم فأثر النبي صلى الله عليه وسلم في العطاء العرب على الأنصار موقف الأنصار من قسمة الغنائم فبدأ الأنصار رضي الله عنهم يشكوا بعضهم بعضا وذهب سيد الأنصار سعد بن عبادة رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله إن الأنصار وجدوا عليك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لسعد اجمع لي الأنصار فذهب سعد رضي الله عنه وجمع الأنصار ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فجاءهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال لهم يا معشر الأنصار ما مقالة بلغتني عنكم وجدة وجدتموها في أنفسكم ألم آتيكم ضلالا فهداكم الله ومتفرقين فألفكم الله بي وعالة فأغناكم الله بي قالوا بل الله ورسوله أمن وأفضل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تجيبونني يا معشر الأنصار قالوا وبماذا نجيبك يا رسول الله ولله ولرسوله المن والفضل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما والله لو شئتم لقلتم فلا صدقتم وصدقتم أتيتنا مكذبا فصدقناك ومخذولا فنصرناك وطريدا فآويناك وعائلا فأغنيناك ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوجدتم في أنفسكم يا معشر الأنصار في لعاعة من الدنيا تألفت بها قوما ليسلموا ووكلتكم إلى إسلامكم أفلا ترضون يا معشر الأنصار أن يذهب الناس بالشات والبعير وترجعون برسول الله في رحالكم فوالذي نفس محمد بيده لو للهجرة لكنتم رأى من الأنصار ولو سلك الناس شعبا وسلكت الأنصار شعبا لسلكت شعب الأنصار اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار فبكى الأنصار رضي الله عنهم حتى أخضلت لحاهم وقالوا رضينا برسول الله قسما وحظا فبين النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه الحكمة في إعطاء سادات العرب الأموال العظيمة وحرمان بعض الصحابة وهو خوفه من ارتدادهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أعطي قوما أخاف ضلعهم وجزعهم وأكل أقواما إلى ما جعل الله في قلوبهم من الخير والغنى رواه البخاري ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر